الاخبار من الرائع اهلا بكم في نشرة اخبار رائع قدمها لكم علي الموسى والبداية مع ابرز العناوين الخارجية استكمال وتسليم دعوات حضور القمة الخليجية استعدادا لاستقبال القادة شوارع الكويت تزدان بالاعلام حريق في سيدلية حسين مكي جمعة ولا اصابات قرية الكويت القديمة حاضرة في الموروث الشعبي في جليب لشيوخ سوق الحرامية على نهر مجاري المختبر الباليسي نقلة نوعية في الكشف عن بصمة سلاح والذخيرة على مسافة ايام من انعقاد القمة الخليجية اعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية استكمال تسليم الرسائل الموجهة من امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمتضمنا دعوتهم لحضور الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في الكويت يومي الخامس والسادس من ديسمبر الجاري واضح المصدر ان سفراء دولة الكويت المعتمدين لدى دول مجلس التعاون قاموا بتسليم الرسائل هذا وقد بدأت وفود المراسم الخليجية بالوصول الى البلاد استعدادا لمشاركة الدول الستة في القمة الخليجية وابلغت مصادر دبلوماسية الراي ان وفود المراسم مختصة بمتابعة الاستعدادات فيما يخص الوفود الرسمية المشاركة في القمة بدأت شوارع الكويت وطروقها الرئيسة تستعد لاستقبال فعليات القمة الخليجية حيث تزينت باعلام الدول الستة جنبا الى جنبا بعدما كملت الاستعدادات لعقد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووسط تلك الاعلام يرتفع عالم مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجسدا ما يربط ابناء دول المجلس من مصير مشترك شبه حريق في صيدلية لصرف الأدوية في سرداب مستشفى حسين مكي جمعة فجر اليوم وتشير الأسباب الأولية للحريق إلى أنه اندلع اثر اتماس كهربائي بدرجة 90 في المئة وسوء في التخزين وتحتوي صيدلية المحترقة على أدوية غالية الثمن وقد اشتعلت مواد وأدوية كيميائية ما أدى الى انبعاث بعض الروائح الكريهة ووقوع أضرار مادية دون وقوع إصابة بشرية أشهد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس المؤتمر الوزري لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خالد الفالح بجهود لجنة مراقبة سوق النفط برئاسة الكويت في إعادة الاستقرار للسوق وقال الفالح إن التزام الدول المنتجة والمتابعة الحثيثة التي تقوم بها اللجنة الوزارية برئاسة وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ساهم في إنجاح اتفاق فيينا التاريخي لخفض الانتاج وأشار إلى أن السوق النفطية العالمية بحاجة إلى إشارات إيجابية وجدية بغية الحفاظ على استقرارها أعلنت وزارة الكهرباء والماء جهوزيتها لإيصال خدمة المياه العذبة لـ 623 قسيمة بالقطعتين الثالثة والرابعة في منطقة لفنيطيسة وذلك بعد الانتهاء من فحص وتعقيم الشبكة الخاصة بها وقال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بالوزارة خليفة لفريجة إنه بإيصال المياه إلى القطع المذكورة تكون الوزارة قد انتهت من إيصال المياه لجميع القطع الموجودة في المنطقة أطلق محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت لمهنة حملة لتبرع بالدم في قصر النايف وتأتي الحملة بتنظيم من نادي درجات بي أم دابليو بتعاون مع البنك التجاري بهدف توعية بسلامة الأرواح على الطرقات والتشجيع على استعمال الدرجات النارية استعمالا آمنا وسليما لما لها من أثر في تقليل الإزدحامات المرورية وتأتي حملة التبرع بالدم للتأكيد على أن إنقاذ الأرواح من أسماء المعاني الإنسانية الحقيقة أنا من الناس اللي أشجع الدرجات النارية لتخفيض حركة السير وأصلا لإذا كانت يعني تستغل استغلال جيد ممتاز فالآن أنا أعتقد أن الأندية أندية الدرجات النارية اللي موجودة هنا البي أم والهارلي وغيرها من الأندية هذه من خلالهم ممكن الناس تقتني درجات النار بس على شرط عدم التهور بالقيادة أو عمل أي عمل ثاني يسئل إلى الطريق العام التبرع بالدم لا يضاهي تبرع آخر الكويت جبلت على التراحم والتوادد والمحبة بالمال ولكن الآن الدم وكذلك المقيمين يعني صراحة ولكن الدم الآن هو أرفع يعني درجات التبرع نالت الشيخة انتصار سالم العلي جائزة المرأة العربية تقديرا لدورها البارز في تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال إطلاقها مبادرة النوير غير الربحية والتي تهدف لنشر الفكر الإيجابي جاء ذلك خلال حفل تكريم أقامته مؤسسة المرأة العربية لمجموعة من المبدعات العربيات في مجالات مختلفة بلندن وقالت الشيخ انتصار إن المرأة العربية أضحت عنصرا هاما ومكملا لا يمكن للسغناء عنها وفاز أيضا في جوائز المرأة العربية لعام 2017 عن فئة الموسيقى الفنان الكويتية نوال تقديرا لتمييزها طوال مسيرتها الفنية التي بدأت منذ ما يقارب ثلاثين عاما وما زالت مستمرة بنجاح وعربت نوال عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم الذي يحملها مسؤولية كبيرة للحفاظ على تاريخها الفني الطويل في كثير من الدول تشتهر أسواق شعبية على ضفاف الأنهر ويوجد في الكويت سوق مشابه داخل أزقة منطقة جليبل الشيوخ لكنه يقع على نهر من مياه الصرف الصحي وسط أجواء أبسط ما يقال عنها أنها موبوءة صحيا وأمنيا نتابع تقرير الزميل خالد الفارس ونتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا المكان سوق الحرامية كما يسميه العامة الواقع في منطقة جليبل الشيوخ سوق لمن هم تحت خط الفقر حين تراه للوهلة الأولى لا يخير لك أنك في الكويت فهو ليس فقط مكانا للبيع والشراء بل تحول إلى مأوى لكثير من المخالفين والهاربين تباع فيه بضائع متنوعة ومجهولة المصدر بثمن بخص كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات إضافة إلى الملابس والأواني المنزلية وكذلك خضار وفاكهة تعف عن أكلها النفس البشرية حركة السوق تنشط على الأغلب أثناء فترة التخيم حيث يبدأ البيع فيه بشكل يومي بعد انقضاء ساعات العمل في الدوائر الحكومية سوق يقع على ضفاف بحيرات وأنهار من مياه الصرف الصحي تفوح منه رائحة كريهة وتحاصره أنواع من الحشرات المتزاحمة مع البشر إلا أن ذلك لم يغير من شيء في كثافة البشر المتوجهين إليه فعلى ضفاف هذا النهر الكريه تباع العطور وتحضر وجبات الأسماك في حين تتردد أحاديث أن هذا السوق الخارج عن التنظيم ترتاده وجوه حذرة تخشى من كل غريب وسط حديث عن وجود كثيرين مخالفين للإقامة خالد الفارس الراي مزيد من التفاصيل عن هذه السوق تجدونها في جردة الراي بعددها الصادر غدا وسط حضور رسمي وشعبي كبير وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة انطلقت فعالية مهرجان الموروث الشعبي الخالجي في قرية صفاح الأحمد التراثية وقال المجرف العام على القرية المستشار في الديوان الأميري محمد شرار عقب الافتتاح المهرجان الذي يقام بمكرمة من أمير البلاد الشيخ صفاح الأحمد ويستمر ثلاثة أشهر يأتي انطلاقا من حرس سموه على إتاحة المجال أمام أبناء الكويت والخليج العربي للتمتع بأجواء فعاليات المهرجان التي تتميز بعبق الماضي الجميل أضف إن القرية وبتوجهات أميرية تشهد تطويرا وأعمالا جديدة عاما تلوى الآخر حيث شهدت هذا العام إنشاء قرية الكويت القديمة وإنشاء سور حولها يحاكي أسوار مدينة الكويت القديمة إضافة إلى زيادة أماكن الاستراحة للأهالي الزائرين للقرية أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشروع الشتاء الدافة لمساعدة ألف أسرة من النازحين السوريين في لبنان وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي في لبنان مساعد لعنزي إن الجمعية وزعت ألفي بطانية على ألف أسرة سورية نازحة وفي شأن آخر أعلن العنزي إن الهلال الأحمر الكويتية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطرية وقع اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع تمكين المرأة الذي يسعى لإشراك النساء في إنتاج الملابس الشتوية للمدرسين السوريين وعائلاتهم بالإضافة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مختبر الباليسي المتنقل التابع للأدلة الجنائية في شرطة أبو ظبي هو المختبر الأول من نوعه عالميا والذي تملكه دولة الإمارات ويكشف عن جودة السلاح ويمكن من التعرف على مرتكب الجريمة عن طريق بصمة السلاح أو بصمة الذخيرة وتعتبر الإمارات الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المنظمة أو المنضمة للمنظمة العالمية للكشف عن جودة السلاح المزيد في تقرير أحمد العنزي مختبر مزود بأحدث الأجهزة عالية الدقة ومن خلال قاعدة البيانات المخزنة فيه يمكن الاستدال على أي شخص قام بعمل إجرامي مشين بالسلاح الناري ويتم التعرف عليه من خلال بصمة السلاح أو بصمة القذيفة المطلقة حتى وإن كان ليس بسلاحه هو مختبر الباليست المتنقل التابعي لشرطة أبو ظبي عدنا قاعدة البيانات التي هي بصمة السلاح وهذه تخدم شاقين شاق المنء وشاق البعث المنء أن جميع الأسلاحة التي في دولة الأمارات بصمة سلاحة موجودة عندنا ومخزنة عندنا في الداتابيس فهذا الشق أو اللي عنده سلاحة ويعرف أن البصمة السلاحة محفوظة عندنا يحافظ على السلاحة وما يعقى أي مكان ولا يعطيها أي حد ولا يمكن أن يرتكب فيه جريمة لأنه لو ارتكب الجريمة بيعرف السلاحة نفسه شق البحث بعد وقوع الجريمة طبعاً نحن يبقى مثلاً المغذوف من مسرح الجريمة أو الطلقة أو الخشر اللي هو الظرف الفارق أو المغذوف من الضحية ويجيبوننا اللي عندنا نحن نقوم بإدخاله في قاعدة البيانات وأيطل تعطينا التطابق وحدة المختبر هي الأولى من نوعها عالمياً وتعمل بكفاءة عالية في مجالي فحص جودة الأسلحة والذخائر وأخذ العينات لقاعدة بيانات بصمة السلاح وهي الأحدث والأعلى تقنية على كافة المستويات أول ما يبون السلاح نشيك عليه القيجات الموجودة هني عندنا قبل لا نفحصها ونرمي فيه نفحص يدوي نركب القيجات بحيث أن القيج ما يسكر هذا يسمونه النوغو فهني طبعاً في النوغو الحين سليم نروح لعيار ثاني قيج ثاني اللي هو القو وركبه أنه هو سليم السلاح كامل نرجع نفحص قيجات ثانية اللي هي ها القيجين حق السبط آنة وفوه السلاح يكون بالطريقة هذي حق الششخان راكب المسدس هذا حالياً جاهز للإطلاق ما فيه أي شيء طبعاً نقرب الكمرو بيننا الحين نحن قبل شوي بالسلاح هذا الرد نركب فيه النوغو على أساس نتأكد أن الصبطان ما توسعت وكل شيء سليم في الجهاز في السلاح سليم مئة في المئة ما توسعت لأنه ما تسكر ما تسكر لو تسكر ما أرادت أنه فيه توسع نحتاج نستخدم تلسكوب هذا المختبر المضاد للرصاص يضم مركزاً لفحص جودة الأسلحة قبل وأثناء وبعد الاستعمال وصندوق الإطلاق المائي لجميع المقاذي في غير المهش إضافة لميدان مصغر للرماية ومختبر فنية تم فيه تحليل وفحص الأثار التي تعرضت للطلق الناري لدي سلاح مسجل نحن نحطيها في الجهاز مثل بصمة اليد ضد مجهول لغاية ما يأثروننا على السلاح من خلال التحقيق من خلال معرفة السبب أو الدافع أو أن يضبطون أسلحة عن شخص معين ويبونيها ممكن بعد شهر ممكن بعد سنة بعد عشر سنوات نقدر على طول لو خذنا عين من السلاح هذا خذنا بصمة السلاح هذا على طول تعطينا التطابق مع القضية تبقى الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وقارتي آسيا وأفريقيا المنضمة إلى المنظمة العالمية لفحص الأسلحة أحمد العلزي الرأي كشف المبعوث الأممي إلى سوريا سيبن ديمسورة أنه قدم ورقة من 12 بند لمناقشتها ضمن محادثات جينيف الثامنة التي انطلقت ثلاثا وستمتد إلى الخامس عشر من ديسمبر وأكد المبعوث الأممي أن الجولة الحالية تركز على أليات صياغات دستور جديد وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة مع التأكيد على عدم وجود شروط مسبقة ولن تتطرق إلى مصير الرئاسة السورية من جهته أعلن رئيس وفد الحكومة السورية إلى المفاوضات الهدفة لحل الأزمة بشار الجعفري إن وفده سيغادر جينيفا غدا السبت وأن لا قرار لديه حتى الآن في سابقة تاريخية تحدث لأول مرة منذ قرنين في اليابان سيتنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش في 30 من أبريل خلال العام 2019 وسيعتلي الإبن الأكبر للإمبراطور الأمير نارو هيتو ذو 57 عاما العرش في اليوم التالي لتنازل والد وكان الإمبراطور أكيهيتو قد صدم اليابانيين بإعلانه العام الماضي عزمه الانسحاب مبررا ذلك بتقدمه في السنة ومشاكل صحية وطرح الإعلان مشكلة بسبب عدم وجود أي قانون حول تقاعد الإمبراطور من الوظيفة التي يفترض أن تسمر مدى الحياة لكن في يونيو الماضي تبنى البرلمان الياباني قانونا يسمح لأكيهيتو بالتخلي عن العرش الخام يغير التوقعات تابعونا في صفحة الاقتصادية بعد فصل القاسر انخفض سعر برميل النفط الكويتي بستة سنتات في تداولات أمس الخميس ليبلغ تسعة وخمسين دولارا وخمسة وستين سنتا وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن اتفقت منظمة الدول المصدرات للبترول أوبيك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في مقدمتهم روسيا على تمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية العام المقبل أظهرت بيانات حكومية أن صادرات النفط الخام الكويتي لليابان تراجعت بنسبة ستة عشر وأربعة في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى خمسة ملايين وخمسمائة واربعين ألف برميل قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير نولي إن دولة الكويتي رابع أكبر مزود نفط لليابان وصدرت ما نسبته ستة وواحد في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في شهر أكتوبر الماضي السعودية ومصر وجها لوجها في كأس العالم التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر المؤتمرات بالكريملين حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستقام في روسيا وستخض السعودية المباراة الافتتاحية ضد روسيا على ملعب لوجينكي في موسكو وستلعب ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من مصر وأرغواي فضلا عن روسيا أما المنتخب المغربية فسيلعب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال وإسبانيا وإيران وأوقعت القرعة المنتخبة التونسية في المجموعة السابعة حيث سيلعب ضد كل من بلجيكا وبنما وإنجلترا اختتمت بطولة المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الثالثة لكرة القدم للصلاة التي نظمت عمادة شؤون الطلبة في صالة كلية الدراسات التجارية للبنين وأشارك في البطولة جميع الكليات والمعاهد وفرق المنحة الحكومية وتمكن فريق كلية الدراسات التجارية من تحقيق لقب البطولة بفوزه في المباراة الهائية على فريق المعهد العالي للإتصالات والملاحة بأربعة أهداف لهدفين وشهد الحفل الختامي إقامة مباراة استعراضية بين فريقي عمادة شؤون الطلبة وفريق اتحاد الطلبة وانتهت المباراة بفوز فريق عمادة شؤون الطلبة بثلاثة أهداف لهدفين الموضوع بما يشمل أن هناك مشاركة شبابية فيها التعارف وفيها الود والاحترام ما بين أبناء الهيئة خاصة بما يتعلق في الطلبة يعني شفنا الروح الرياضية العالية والندية والحماس والألفة بنفس الوقت ومشاركة أيضا لا أنسى مشاركة اتحاد الطلبة معاننا اليوم في مباراة استعراضية هم هذا اندل أن جميع الطلبة ممثلين من كل الكليات وأيضا اتحاد الطلبة فهذا يدل على أن الجميع مشارك حقيقة مستوى البطولة عكس البطولات اللي طافت كانت مستوى جدا عالي بسبب مشاركة اللاعبين اللندية اللاعبين الصلاة في اللندية اللي شاركوا في البطولة فارفعوا مستوى البطولة إلى هنا وصل معكم لنهاية نشرتنا لهذا اليوم وقبل ختامها أن يذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع توتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشرتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب أرى يوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة